Atomic Term Symbols Atomic Term Symbols هذا الرمز راح نستخدمه للتعبير عن التوزيع الإلكتروني In Electronic Spectroscopy في المضيفية تحت الإلكترونات An Atomic Term Symbol Specifies a certain electronic state of an atom يعني هو عبارة عن طريقة مختصرة للتعبير عن التوزيع الإلكتروني في الذرة فمثلا لو جينا نقول AHU هي اختصار من جامعة الحسين الحسين بن ضلال يونيفيرسيتي فAHU هذا اسمه Term Symbol اسمه طريقة مختصرة بالرموز تعبر عن شيء كبير جدا وواسع جدا إذن يعبر عن حالة معينة من التوزيع الإلكتروني باي بريفنج التوزيع الإلكتروني في الذرة الواحدة Not those of the digital elect individual electrons that exist in the atom ليست حالة خاصة بل تأخذ برمده بكامل تفاصيله ما هي الصفات أو الصفات بشكل عام What are these overall properties هم ثلاث رموز رح يختصروا التيرم سيمبل اللي هم L و S و J L اختصار Total Orbital Angular Momentum وال S Total Spin Angular Momentum وال J Total Angular Momentum طيح إذا جمعنا هاي الثلاث رموز مع بعض رح نجمعها بهذا الشكل L رح تجي هون J على اليمين لتحت وال S تدخل من ضمن الملتبليسيتي يعني 2S plus 1 كاملة تسمى ملتبليسيتي رح نحطها على يسار أعلى يسار التيرم سيمبل أو ال Orbital Angular Momentum اللي هو L هذا كامل اسمه Atomic Term Symbol إحنا مرح يعني عند الرموز مرح نشوف لا J ولا L ولا S كل واحد إلو بدأ عند السيمبل في الرمز L must be replaced with its alphabetical code يقول لك لما تجي بدك تكتم تيرم سيمبل ال L هاي ما رح تظهر رح يظهر عنها حروف ورح نشوفها الآن نعم اللي هم إذا طلعت قيمة L capital صفر يتحط بدأ للصفر S يعني بيجي هون نكتب S نحط رقم هون نحط رقم هون هذا هو التيرم سيمبل إذا كانت L تساوي واحد رح نحط الرمز P capital D capital F capital إلى آخر طبعا شغلنا اليوم رح نحسب L رح نحسب S ورح نحسب الملتبلسيت يعني الموقوع في بداية لسا J هو Vector Sum اللي هو مجموع متجهي ل L and S فقيم J رح تكون من L زاد S هذا يعني إنه لازم تكون حاسب L وحاسب S تجمعه إلى L ناقص S absolute value وكل رح نشوفه بأمثلة إنه حكي مجرد ما رح يزبط معنا نأخذ مثال الهيدروجين 1S 1 ground state of hydrogen أجه the total orbital لما يقول orbital أقصد فيها L ال capital يعني ال capital the total orbital angular momentum of the electron اللي هي رمزها L بيساوي مجموع ML طيب الآن ال 1S هو عبارة عن فلك واحد بما أنه SL له صفر وML له صفر إذن ML لهذا الإلكترون اللي موجود في ال 1S تساوي صفر حكينا قبل شوي إذا كانت L تساوي صفر رح نعطيها الرمز شو S طيب الرد نحسب total spin وإذا ما شفت spin معناته S capital ويتكلم عن S capital S capital مجموع M S إذن زي L capital مجموع ML أيضا S capital مجموع M S وتساوي 0.5 يعني لأنه ما فيه إلا إلكترون واحد حكينا قبل مرة في قواعد هانت إذا كان الإلكترون للأعلى بنعطي الرمز موجب 0.5 وإذا كان للأسفل معطي ناقص 0.5 OK Multiplicity 2S plus 1 وجرد ما حسبت spin angular momentum مباشرة عامة تعنيني تعنيني Multiplicity فالمباشرة بعدها أحسب Multiplicity Multiplicity تساوي 2S plus 1 2 في نص زاد 1 رح يساوي 2 إذن الترم سمبل رح يكون رح يكون 2 هون و S S خدناها من هون و 2 خدناها من Multiplicity فهاي تقرأ Doublet S إذا كانت واحد Singlet S وإذا كانت ثلاث triplet quartet bintet إلى آخر و نص هاي هي عبارة عن L صفر و S نص من الصفر زاد نص نص إلى صفر ناقص نص ناقص نص absolute value نص إذا ما فيش إلا قيمة واحدة فحطينا الكنص This symbol is read Doublet S One Half إذن هيك يقرأ بكرا نقول لك كيف تقرأ term symbol بكرا نقول لك حسب التين يسموني ويقرأوه طبعا بالامتحان ما فيه يقرأ ويديك تكتبها وتكتب Doublet S One Half الآن هذه الحالة Ground state لمن؟ Ground state للهيدروجين بلنا نشوف Exciting state Exciting the single hydrogenic electron يعني تهييج الإلكترون الوحيد في درة الهيدروجين to higher orbit إلى فلك أكبر أو أعلى أو أبعد عننا النوا results in different atomic state أو different atomic term symbol of the atom according that orbital يعني مش أنه الآن الهيدروجين 1s1 عملته تسخين طلع لا 2s1 راح يعطيني نفس term symbol أو 2p1 راح يعطي نفس لا في شوية اختلاف هذه ما راح نشوفه قدام شوية أنصر الهيليوم لوقف مثال آخر 1s2 توزيع الإلكتروني عدد ذر 2 the ground state term symbol نجيب نجيب وهذا للأسفل ناقص نصف مجموحهم صفر والمالتبليسيتي 1 راح تكون إذن singlet s 0 لأنه مجموعة 2 هذا لصفر singlet s 0 okay in fact في الحقيقة هذه الأشياء اللي هكتبها هون ممكن تجيك فضاء دائرة وممكن أنت تستدل على حل سؤال من خلال هذه الملاحظات اللي هي نكتبها بالهامش in fact any electronic configuration that consists of any combination of closed shell شو يعني closed shell closed shell يعني أنه الأس يكون فيه اثنين ال-p يكون فيه ستة ال-d يعني فل يعني أنه ال-s وال-p وال-d وال-f تكون مليئة أو result in that totally symmetric singlet s 0 يعني راح تنتج لي singlet s 0 راح نشوف أمثلة بعد شوي على هذا الحكي و therefore in that designation of atomic term the contribution from closed sub-shell electronic may be neglected يعني لما تجي تحسب term symbol full term symbol لكل الكترونات الذرة بدك أي فلك مليان مسكر هذا بدك ممكن تهمله لأنك عرف أن singlet s 0 التالي يمكن إحماله بسبب التكرار what are the atomic state term symbols resulting from the lowest energy configuration of the following atoms or atom إذن بدنا الآن نجيب term symbol لبعض الأمثلة نأخذ أول مثال اللي هو الكاليسيوم عشرين توزيع الإلكتروني توزيع الارغون for s 2 فاللي ما تمكن هناك في التوزيع الإلكتروني هون رح يضيع لأنه حكيت لكم لازم تراجعوا التوزيع الإلكتروني بشكل ممتاز علشان كل term symbol يعتمد على التوزيع الإلكتروني ورح تشوفوا بعينكم إذن توزيع الإلكتروني للكاليسيوم وانا s 2 2 s 2 2 b 6 3 s 2 3 b 6 وهذا كله آرغون أختصره وأجي على 4 s 2 أثبتها في توزيعها فبالتالي جميع الإلكترونيات الجائية من الارغون هي closed sub shell أو closed shell حتى وبالتالي كلها رح تكون سنجلة s بهملها إذن بضل معين أخذ آخر فلك يظهر معي في توزيع الإلكتروني 4 s 2 أفتح فلك الأول للأعلى الإلكترون الثاني للأسفل ml إلو صفر بجيب L L شو تساوي ml للأول صفر وللثاني صفر إذن أجيب S هذا نص للأعلى وهذا ناقص نص للأسفل إذن نص زائد ناقص نص صفر بناء عليه الملتبلسيتي رح تكون واحد إذن زي ما حكينا قبل شوي هذا closed sub shell يعني S في إلكترونين هذا ممتلك إذن رح يعطي سنجلة S شوف مثال آخر الكربون واحفظوا لي الكربون اللي رح نحكي عليه كثير اليوم كربون عدد الذرة ستة هو أن S2 أو هيليوم 2S2 2P2 2P2 بناخد 2P2 طبعاً 2S2 ما أخذت لها خلاص معروف أنها سنجلة S لأنها closed sub shell طبعاً أنا ما أحكي في ناس والله يخلص أنه ويعرش عن shell و sub shell و orbital إلى آخر shell اللي هو المستوى لما تكلم عن المستوى الثاني sub shell لما تكلم عن جزء منه إما عن 2S أو 2P orbital لما تكلم عن Px P Y P Z واضح؟ هنا في عندي للأس في أوربتال واحد هنا للP في عندي ثري أوربتال الP الثلاثة اسمهم sub shell من إيش؟ من الشل الثاني من المستوى الثاني عموماً إذا نأخذنا 2P2 المسجر التوزيع الإلكتروني الإلكتروني للأعلى حسب قاعدة هند هاي إلها الصفر هاي إلها واحد هاي ناقص واحد وحكينا بنثبت من اليسار بحط الموجة ثم صفر ثم سالب طبعاً بجوز إنه أنا بحط هاي سالب وان وزير وموجة وان بس عشان نوحد عشان نوحد الدراسة خلينا نحكي خلاص نتفق من اليوم إذا عندي إل تساوي واحد هون إل صغيرة تتذكروها تساوي واحد مل من ناقص إل إلى زائد إل أخذناها سمع الموضوع من ناقص إل إلى زائد إل يعني من ناقص واحد إلى زائد واحد كيف أرتبهم هذول الثلاثة أرقام من اليوم من اليوم مطالع بدك تبدأ بالموجة ثم تنتهي بالسالب على أساس تتوحد القراءة حتى لو حطيت هنا سالب وان وان موجب وان بدك تحط الإلكترون في موجب وان بتعبي الموجب بعدين السالب شان ما تتخرب أتخرب ستبته من اليسار الموجب إلى اليمين رح نروح إلى السالب عموما الإلكترون الأول وجد في واحد الإلكترون الثاني وجد في مل صفر لما تجي تحسب الكابتل هي مجموع مجموع مل الآن هاي واحد وهذا الإلكترون له مل صفر فواحد زائد صفر يساوي واحد وطالما الكابتل تلعت واحد إذن هو بي ستايت بناية المحاضرة أنا رح أسأل اليوم وأحط علامات اعتبار أن هاي اللحظة طالع أشاء الله أني ما أناسا الأس الآن إذا عندك ملاحظات سجلها على ورقة وقل لي شريحة ثلاثة ثمانين برجع لك عليها وبجاوب أس كابتل هي مجموع الأم أس الأم أس لهذا كم؟ موجب نصلا للأعلى طيب لهذا موجب نصلا للأعلى إذن واحد الملتبلسيتي ثنين في واحد ثنين زائد واحد ثلاثة إذا عندك ثلاثة وعندك بي ستايت تريبلت تريبلت بي التيرم سيمبل يعني بكرة وين ما رحت آسف وين ما رحت بكرة تريبلت بي تريبلت بي تعني لي أنه عندي بي في إلكتروني سيمبلت أس تعني لي تريبلت بي مجموع أسرى قليلا نأخذ جي كثير ما ركز في جي في إنوان لكن ركز على جي في انتو في المختبر يركز على هذا كثير لأن هناك بدك تأخذ قراءات عملية وبالمختبر وبدك تحدد على الرسمة إيش هي الانتقالات فضروري نحدد جي هناك بس في إنوان ما بيركز على كثير ورغمنا سهلة بريج حكينا قيم جي تكون من L زاد أس مش ملتبلسيتي زاد أس هاي يعني الرقم واحد يعني واحد زاد واحد كم اثنين إلى واحد ناقص واحد كم الصفر إذا رح تأخذ القيم اثنين وواحد وصفر إذا الفل فل تعمل سمبل رح يكون عندك تربلت بي تو تربلت بي وان تربلت بي زيرو رح يطلع ما كم كم تير سمبل ثلاث بالإضافة إلى سنجلة أس ثلاث ننسوها لأنه أنا عندي أي شي يا جماعة سابشل هنا أو في الهيليم كم البزمث وهذا العنصر سام بشتة أنواعه بشتة أملاحه لذلك تنتبهوا إذا شفتوا علبة عليها بزمث تعامل معها خطير تعامل معها لازم يكون بقلابس ولازم يكون حذر وتغسي يديك بالمي والصابون عدة مرات قاعدة تمسك البزمث فانتبهوا لهذه رح تتعامل معاه في المختلفة طيب بزمث توزيع زينون 6S2 5D10 4F14 6P3 يعني حسرت يالي لما يعرفش تجيب التوزيع الإلكتروني هذا و وما تمكن من التوزيع الإلكتروني بشكل صحيح يروح يقرس عليه قبل ما نورض أكثر قدام التوزيع الإلكتروني ومتطبيقات التوزيع الإلكتروني طبعا هذا مليان سنجلت اس وهذا مليان سنجلت اس وهذا مليان سنجلت اس ولكن كلهم ما بدي وراح أدرس الان في سنجلت اس مش ما بدي يا حب بدي أدرس هذا اللي هو فيه إلكترونيات ناقصة نجي على P ال P عندك ثري أوربيتال فيه P X P Y P Z عندي ثلاث إلكترونيات الان أنا بوزعها فرادة في هذه الثلاثة أوربيتال بجيب ال L طبعا نتفقنا موجب صفر سالب بجيب ال L كابيتال وهي عبارة عن مجموع الواحد هذا الإلكترون إلو M L 1 وهذا الإلكترون إلو M L 0 وهذا الإلكترون إلو M L ناقص 1 فواحد وصفر وناقص واحد صفر لأن هي S State بجيب ال S اللي هي Total Spin Angular Momentum هذا موجب نص وهذا موجب نص وهذا موجب نص واحد من نص وهي ثلاثة عثنين Multiplicity ثلاثة عثنين في اثنين ثلاثة زاد واحد الآخر إذا راح يطلع التيرم سمبل Quartet S مثال آخر الهواء الفلور عدد الدر الدسعة Helium 2S2 2P5 2S2 مليان بركز على P5 P5 عند الثلاث ووزع ثلاثة لفوق وهذا الرابع وهذا الخامس لأنه نجي على ال Capital هو عبارة عن بلا يتركز هذا الالكترون الأعلى له واحد الالكترون الثاني موجود أيضا في نفس المل كمان واحد الالكترون هذا صفر الالكترون هذا كمان موجود في الصفر الالكترون هذا موجود في ناقص واحد إن مجموح إن واحد إن هو P-State كناس تخربط قلت لك هذا لفوق وهذا لتحت اللفوق لتحت تفرق معنا في حساب S ليس L L الثنين موجودات في واحد فحطينا واحد وواحد الثنين موجودات في الصفر فحطينا الصفر وصفر طيب الآن الـ S الـ S طبعاً عندك هذا لفوق وهذا لتحت يلغو باب وهذا لفوق ومعه واحد لتحت يلغو باب فيصف معي واحد اللي هو نص أو يحسبوه نص زاد ناقص نص نص زاد ناقص نص زاد نص زاد نص يطلع نص الملتبلسية يتطلع ثنين نص في ثنين واحد زاد واحد ثنين إذن رح يطلع التيرم سيمبل هنا دبلة P لأن هاي طريقة مختصرة لحساب التيرم سيمبل أعطيكم الشريحتين ثلاث فيهن أمثلة تتدربوا عليهم لوانتكو ماشية سيكون مكون جديد ماشية سيكون جديد عندك ينتهي بثري دي ون الدي خمس أفلاك الأول فلاك رح يكون بم إلا ثنين آآ ثنين إلا ثنين إلا ثنين مافيش سوار طبعا لأنه مافي غيره إلا ثنين تمام لأنه الثنين هي الدي ستات الأس نص لأنه مافي غيره الملتبلة 6-2 إذن double D غنادي موجب 3 D2 هاي عندك 2-1 ML بالغلط زايد 0 copy-based 2-1-3 هذا F-State والملتبلة 6-2 راح تكون طبعا هون مجموعة S-1 2-1 2-1-3 إذن triplet F وزي يوميين الباقي This one does not go to half-filled oddly enough طيب خلينا شوف شيئا عندك 5 إلكترونات هون بيقول لك إحنا كنا نكتب عن إذن تذكروا النحاس والكروم كنا نقول إلكترو من الأس ونذهب على D حيث يصبح stable term symbol stable configuration لأن عند حساب term symbol لا ما بتعملش هالحابقة هيقص يعني يعني 5-D4 ما تخليهاش ما تجزئش ال S لأن S-Million وما استقبل من حيث term symbol ترجع للأصل اللي هو هذا الأصل وبالتالي D فيها 4 مش 5 وتكملوا حسابات عليها 2-5 2-5 بنتة D the same term symbol 4 كروم موجب 2 argon 3-D4 ونجيبوها بله argon ماكانيز 3-D5 موجب 2 هيصبح في معنى 3-D5 3-D5 صفر إذن S-State لأنه نصف ممتلة وهكذا تحصل XXS يعني هذه كلها أصبحت أمثلة تقدروا أنتم تحلوها لوحاك طيب الآن ننتقل الأهم شي عندي في محاضرة اليوم اللي هو Deriving Term simple من شوية مراجعة سريعة بيقول لك يذكرك أنه L هي عبارة مجموعة ML و S هي مجموعة المس و L تأخذ قيم إذا بدي أنا أكتب أشتقطها بسمها تأخذ قيم من L 1 زاد L2 إلى L1 نقص L2 تساوي الصفر and S 1 زاد الصفر تساوي إلى آخر من هنا مش دائما تساوي الصفر يعني تأخذ كل القيم لأن النوات 4 Atoms Ions have هذه الملاحظات نستغلها في صح و خطأ في ضع دائرة فأنتبهو لها For Atoms or Ions For Completely Sub-Shell One Term Symbol اللي هو Singlet S هذي حكيناها قبل شوي إذا Sub-Shell عندك مليان 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 كله رح يطلع Singlet S يعني Sub-Shell إذا انتهى التوزيع الإلكتروني بSub-Shell ممتلئ معناته التوزيع التوزيع المتبع Singlet S هذا هو الملاحظة نلاحظ الثانية For Atoms or Ions Have One Ampere إذا كان فيها One Ampere إلكترون L تساوي L و S تساوي نص لأن إلكترون واحد فاللون التوزيع إثنين إذن هون عندك هاي الدبلت رح تكون متكررة في كل التيرم سمبل اللي فيها إلكترون واحد و L هتساوي لي L L يعني الواحد هتساوي L كابتل واحد إذن هو P state إذا كانت L صفر إذن L كابتل صفر إذن S state وهكذا نشوف مثال Lithium 1-S 2-S 1 هذا الفلك في إلكترون واحد هذا L صفر إذن ML سري إذن L كابتل أيضا صفر إذن هو S state أو S term symbol فهذه الحالة فقط إذن 1 Ampere إلكترون L تساوي L في جميع الحالات تقول طبعا لا فقط إذا كان عندي 1 Ampere إلكترون في التوزيع الإلكترون إذا كان 2 P 1 رح يكون مش S تير رح يكون P تير وهكذا والS دائما وأبدا 2 في حال مين 1 Ampere إلكترون لأنه عندك نص 2 في نص 1 زاد 1 2 إذن هذا رح يكون double S another example طلعوا على هاي الحالة Lithium 1 S 2 2 P 1 أها واحد يقول شو 2 P 1 وإن 2 S بنقول له هذه excited state إذن إحدى حالات Lithium لما يكون excited state إنه الإلكترون 1 2 2 S 1 إلكترون 2 S 1 رح ينتقل إلى 2 P 2 S رح ينتقل إلى 2 P فيسمح توزيعه 1 S 2 P 1 لأنه لما يكون 2 P 1 هيكون double P term symbol لأنه L هون 1 إذن ال capital 1 إذن هي P state ولأنه إلكترون 1 المultiplicity رح تكون إذن double P طب تعالوا هون الفلور 1 S 2 2 2 P 5 خلينا نشوف كيف 1 إلكترون 2 P 5 هاي عندك ثلاثة orbital هاي عندك الإلكترون الأول الثاني الثالث نرجع نعب الرابع هون والخامس هون صف معي إلكترون واحد منفرد إذن المultiplicity هتطلع اثنين وبما أنه ينتهي بالفلك P إذن L طبعا عنده إلكترون منفرد واحد إذن P L 1 إذن الكابيتل 1 إذن كمان P state فيطلع double P وهذا البورون أيضا 2 P 1 هذا الحال في ground state double P فالفكرة إن وجد 1 إلكترون المultiplicity double وتطلع قيمة L الكابيتل تساوي L small الملاحظة الثالثة أنا قلت هنا notes هاي النجمة الأولى هاي الثانية الثالثة ملاحظة الثالثة هي maximum multiplicity أكبر multiplicity رح تطلع معنا تساوي maximum number of ampere electron زال 1 أكبر يعني كيف عندك electron منفرد نضيف 1 maximum number of ampere electron زال 1 خلينا نشوف الhydrogen والليثيوم عنده إلكترون 1 maximum multiplicity رح تطلع 1 زاد 1 تساوي 2 النيترجين احتوز 1 2 2 2 2 2 3 كم ملكترون منفرد عنده 3 فنحكي 3 زاد 1 تساوي 4 منشيك بطريقتنا القديمة ماشي لان 2 2 P عبارة عن 3 فلاك هاي موجب 1 وهاي الصفر وهاي ناقص 1 لان ما بهمني انا نتكلم عن multiplicity عندي 3 للأعلى اذا نص زاد نص زاد نص 3 على 2 المجموع مجموع هذي ام اسمه البلول سمحته غيروها مجموع الام اس اللي هي تساوي اس كابيتل 3 على 2 المجموع المجموع 2 في 3 على 2 زاد 1 3 زاد 1 4 اذا طلعت نفس اللي فالتالي انا اقدر ما استخدم هذا الحك كلياته بشوف اكمل كترون منفرد عندي ثلاث بضيف واحد يطلع بس طريقة مختصرة وسريعة لحل الاسئلة اللي بهذا الشكل واحدة الرابعة 2 electrons in different sub-shells اذا كان في عندي الكترون منفردين ثنين في sub-shells مختلفة رح يطلع معي term symbol واحد منهم singlet والثاني رح يطلع triplet will be obtained خلينا نشوف هالي طبعا كيف يكون two-sub-shells او different sub-shells غالبا تكون في excited state نعم لانه ممنوع تنتقل للsub-shells مثلا p الا تكون مع ب s و بالتالي ما رح تلاقي two-sub-shells في الالكترونات منفردة الا في حالة excited states الهيليوم الاصل اني احكي 1s2 لكن هو شو كتب لي 1s1 2s1 وهذه حالة excited لمين للهيليوم رح يطلع مع term symbol singlet s و triplet s رح يطلع معنا singlet رح يطلع معنا triplet بس مش كلهن s اشي singlet b triplet b singlet d triplet d singlet s الى آخر حسب السؤال فخلينا نفسر هن هذول two-terms نجي على الحالة الاولى اللي هي 1s1 2s1 l 1 0 l 2 كمان 0 يعني هذا الالكترون بما انه في الاس إذن ml له 0 وهذا الالكترون كمان ml له 0 فالصفر زائد 0 الى 0 0 0 وهو s turn 0 إذن l 0 0 0 لأنه كلهم س طيب الالكترون الاول موجب نص له s1 ل spin angular momentum و spin angular momentum لالكترون الثاني كمان نص إذن التوتال spin angular momentum هي من S1 زاد S2 إلى S1 ناقص absolute value إذن راح يطلع معي نص زاد نص واحد إلى نص ناقص نص صفر إذا راح تطلع معي كم قيمة لS راح تطلع معي قيمتين واحد وصفر هذا في حال إنه بدك تجيب التوتال term symbol إذن الملتبليسيتي في حال واحد راح تطلع ثلاث وفي حالة الصفر راح تطلع واحد إذن طلع معنا singlet طلع معنا triplet إذن singlet S and triplet S while helium 1s1 2p1 قفز مباشرة لل 2p1 يعني سخلنا زيادة فقفز إلى سبشل أعلى بكثير نفس الشيء ونجيب الواحد تسعي صفر الـ 2 تسعي واحد ليش واحد لأننا في الفلك p والفلك p حكينا ثلاثة فلاك الإلكترون جاي هون في موجب واحد وبالتالي حط هنا واحد إذن هنا واحد وبالتالي راح يكون p term الآن نفس الشيء الملتبليسيتي نص ونص نطلع معنا صفر وواحد إذن الملتبليسيتي تطلع ثلاثة وواحد إذن singlet p و triplet p لهذه الحالة الملتبليسيتي تطلع ثلاثة وواحد وهذه الملتبليسيتيت أصعب شيء في term symbol يعني بدنا نركز فيها كويس بس أشوف كديش الساعة مطولين إذن number of wave function associated microstate أو لما يجيب لك كلمة degree of degeneracy هو يقصد الملتبليسيتي هذا لما بدك تجيب كل term symbols اللي موجودات في هذا العنصر وبعدين نشوف مين أكثر استقراراً ونعتمدها إحنا قامل لهذه الشريحة حكينا عن الأكثر استقراراً مباشرة الآن لأ بدك تجيب الأول والتالي وتختصر وتشوف كيف أنت توصل للstable أو ground state term symbol الآن المايكروستيت أو degree of degeneracy نحسب لها number of wave function number of wave function يعني هو عدد الإقترانات الموجية المرافقة لهذه المايكروستيت نطبق هاي القاعدة 2s plus 1 ضرب 2l plus 1 2s plus 1 2l plus 1 نجي على singlet p اللي خدناه قبل شوي و triplet p لما نحكي على مثل هذه التيرمز الآن هذا إلو s0 وإلا ما صارش من multiplicity 1 لأن multiplicity 2s plus 1 إذا صف معي 1 إذن 2s0 إذن ال s0 لذلك هون بنقول 2 في 0 تطبيقاً لهذه القاعدة زائد 1 ضرب الآن هو في ال p term symbol إذن الكابتل إلو 1 2 في 1 زائد 1 اللي هي كم؟ 3 إذن 2 في 1 نعم 3 3 في 1 نسأل 3 نجي لهذا التيرم سيمبل ما صارت الملتبلسيتي 3 إلا أن s إلوه 1 فهون بنكتب 2s plus 1 أو الملتبلسيتي اللي هي 3 في اللي هو 2 اللي بلس 1 اللي هي 2 هاي 2 L هون لأنه في ال p state 1 والواحد موجودة في القانون يطلع معنا 9 3 زائد 9 يسأل كم؟ يسأل 12 إذن عندي 12 حالة رح نناقش بس للتأكد سريعاً كيف عندي هون 3 degree of degeneracy طلعاً ال s 0 إذن ال m s 0 ال l 1 إذن ال m l kina 1 و 0 و ناقص 1 نجي نكتب عامود هنا s و عامود m l m s 0 أيها و m l 1 و 0 و ناقص 1 1 و 0 و ناقص 1 لان هاي عندك حالة إن يكون عندك m l 1 و m s 0 هاي حالة إن يكون عندك m s 0 و m l 0 هاي الحالة الثانية و إن يكون عندك m s 0 و m l ناقص 1 هاي الحالة الثالثة إذن عندي ثلاث احتمالات للمايكرو ستيت هون طيب هون ال s 0 ال s 1 إذن ال m s 1 و 0 و ناقص 1 طيب ال l 1 لأنه في ال b state إذن ال m l رح تكون 1 و 0 و ناقص 1 نعمل جدول بالحرب 1 و 0 و ناقص 1 لل m l 1 و 0 و ناقص 1 لل m s بس عندك حالة من الحالات يكون عندي m s 1 و m l 1 هاي حالة مع صفر هاي حالة ثانية مع ناقص 1 هاي حالة ثانية بعدين صفر و 1 صفر و صفر صفر و ناقص 1 بعدين ناقص 1 إلى آخرين هتلاقيهم تسع احتمالات تسع احتمالات طيب الآن term symbol given the ground state electron configuration of carbon what are the possible term symbol for carbon أو يقول لك what are the number of wave functions associated microstate الآن الآن بتحسب ground state electron configuration للcarbon وتحسب term symbol تبعه وتشوف خلينا نشوف مع بعض هون هذول اللي هما سبشل 1s2 2s2 هذولة single s ما بيعملو ما بيشاركو في term symbol don't contribute to angular momentum نجي على 2b 2b for each electron s no حون p عبارة عن ثلاثة فلاك هاذا عندك 1 هاذا عندك 1 هاذا عندك 1 هاذا عندك 1 1 وهذا 0 وهذا 0 1 ok لكل الكترون وهذا موجب 1 وهذا موجب 1 وهذا موجب 1 S 1 لأنهم موجودات في الفلك P طيب S اللي هو مجموعة spin angular momentum هذي ساوي ل S1 زاد S2 اللي هي 0 0 0 إلى S1 0 إذن هذولا ينتج عنهم multiplicity 2s plus 1 يساوي 2 في 1 زاد 1 يساوي 3 وإذا أخذنا الصفر رح يطلع معي 1 إذن عندك 2 multiplicity الآن ال 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 الكلية رح تكون من L1 إلى L2 زاد L2 إلى L1 ناقص L2 كأبسوبيوت فال L1 كم واحد الاثنين كم صفر آه سوري سوري يأخذ L يأخذ L بمجملها يأخذ L بمجملها إنه الإلكترون الأول موجود في P حط واحد والإلكترون الثاني موجود في P أيضا وحط لك كمان واحد فصار عندك 2 إذن L1 زاد L2 ما قال لا إذا بدأخذ الكابيتل بدأخذ جميع الاحتمالات وإنه الإلكترونين يكونوا الموجودات هون واحد هون واحد تحت يعني قبل ما نطبق قاعدتهن وبالتالي احتمال الأكبر أو أحد الاحتمالات سيكون الإلكترونين موجودات في M الواحد عشان هيك قال هنا الواحد الاثنين فعندك هنا 2 إلى الواحد ناقص الاثنين وهي واحدة ناقص واحد صفر إذا من الاثنين إلى صفر بدي أحط في المصص واحد الآن لما أنا أشتق هنا دولا اللي هو الاثنين الاثنين رح يكون رمزها D L تساوي واحد رح يكون رمزها P و L يساوي صفر رح يكون رمزها S term symbol عشان هيك إحنا أخذنا جميع الاحتمالات هون الآن بدك توزح هذول Multiplicity على هاي الحالات كم حال رح يطلق معك رح يطلق معك رح يطلق معنا So the all لما تجيب all أو تجيب microstate أو تجيب number of wave function بسيات المايكروستate بدي أكتوفر بعين الاعتبار جميع الاثنين رح يكون triplet D و singlet D هالحالة الأولى و triplet P و singlet P هالحالة الثانية triplet S هالحالة الثالثة طيب triplet S triplet S هنا triplet جاية من S تساوي واحد و S جاية من L تساوي صفحة طيب S تساوي واحد يعني الإلكترونية اللي فوق و L تساوي صفحة يعني أنت في فلك واحد هذا الفلك يكون فيه إلكترونين عشان أحقق S تساوي واحد لازم حطنا اثنين للأعلى وهذه الحالة استحالها ليش؟ لأنها تساوي باولي يعني تخترق مبدأ باولي يعني مبدأ باولي لا يمكن الإلكترونين يكون لهم نفس أعداد الكم الأربعة بنفس الوقت هون الإلكترونين موجودات في نفس الفلك الثنين للأعلى إذن الثنين إليهم أعداد الكم الأربعة نفسها وهذا استحالة تمام؟ وبالتالي هاي الحالة الأولى اللي هي هاي من أن نأخذن واحد واحد أخذنا هاي وفصلناها لبينها أنها تتعارض مع باوليكسيكولوجيا من الرنسبل إذن نشطب هذا التيرم سيمبل نجعله بعد بط لا قبل اللي بعده بط هذه الحالة متى تكون صحيحة يعني متى بدي إلكترونين إلى الأعلى إذا إذن but it is true if undifferent يعني لو حطينا لو حطينا مثلا على سبيل المثال 2P و 3P 2P لبعا هذا فلك فلكين ثلاث فلك فلك فلكين ثلاث الآن لو حطينا إلكترون في ms في ml والثاني في ml صفر رح يكون عندك إلكترون هون وإلكترون يعني على فكرة هذا رح يكون في 2P 0 في s أو إلآن يكولك ممكن تطبط معنا إنه يكون ساذه الهن واحد يعني هي نص وهذا نص وهى الواحد Unde يثبوهم صفر وهو مجموعة الAML هذا صفر وهذا أيضاً في صفر تمام بس هذا راح يكون في 2B وهذا يكون في 3B مثلاً site state لننتكلم عن 2B وبالتالي الآن إحنا ما بنحكي عن عن site إحنا بنحكي عن ground state إذن هذه الحالة أيضاً مرفوضة لأنه أترو سيمبل الطريقة اللي بدي أشتقه من العنوان هو ground state electron configuration و بالتالي هذي الحالة ايضا وهذا الاحتمال ايضا ما نلغي عشان هيك احنا نلغي triplet S او ممنع ترفش فيها and so on و بديك تمسك هنا واحد واحد singlet S وتفصله بنفس الطريقة وتحاول كذا محاولة تمنك تشوفه صح والخطأ و يقول لك and so on وبنفس الطريقة we should study everyone so another approach إذا بدك تدرس كل واحد و ممكن تخطف واحد و ممكن تخطف التصور فعشان هيك يقول لك انا ريحك و اروح على اشي مضمون اسمه micro state micro state micro state هي الها قانون number of micro state يسابي n factorial على e factorial في h factorial where n maximum number of electrons in sub-level يعني في هاي الحالة اثنين و e number of electron in case study لا سري maximum number of electron in sub-level نجح على ال sub-level هذا اللي هو p و ماكسيما number of electron هنا 6 يعني السعة القصوى لل p6 e number of electron in case study انت ايش بدك تدرس؟ بدك تدرس 2p2 في ناس تاني ومثال ثاني بدك ندرس 2p3 في هاي الحالة او اخذ اثنين طيب اذا كنت ادرس 2p3 او اخذ ثلاث اذا كنت ادرس 2p4 او اخذ اربع اذا هاي عدد الالكترونات في الحالة اللي قاعدت ادرس بها in case study h هي البقية number of holes in case study وتساوي n-e يعني لو جينا ندرس للكروم argon 3d3 الكيس تبعتك d d فيه 10p3 سعتها القصوى حالتك انت ثلاث اذا اي ثلاث h رح تكون 7 واضح؟ خلينا نشوف 4np2 زي حالة الكربون اللي بنا ندرس لك قبل شوي l تساوي واحد ml تساوي واحد وصفر ونقص واحد repeat each ml two times يعني الان مرة ثانية عندك الكترونين عندك ثلاثة فلاك ثلاثة orbitals الان الكترونين بدك يكون احتمال يكونن هون احتمال يكونن هون احتمال يكونن هون احتمال يكونن هون بالتالي رح تكرر p1 1 يعني الالكترونين موجودات في ml1 ml1 او اثنين في صفر او اثنين في ناقص واحد اذا كم احتمال عندك 6 probability او ترجع للاصل p سعته ستة فخلاص تحط عندك 6 فكتوريال معين تو اذا عدد الاحتمالات اجيبها من السعة القصوى من للفلك اللي معاك فلو كان d اقول 10 لو كان f اقول 14 لو كان s اقول 2 6 اذا نطبق القاعدة microstate number of microstate 6 فكتوريال على حالة اللي انا قاني ادرس بها 2 ايا اذا 2 فكتوريال في 6 ناقص 4 فكتوريال اللي هي 4 فكتوريال طيب لان ما معنى فكتوريال يعني لما اقول 6 فكتوريال عبر 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 الآن ما في داعي اقول 5 في 6 في 4 في 3 في 2 في 1 على 2 فكتوريال هي 2 في 1 و 6 ناقص 2 الآن شوفي عندي اكبر رقم فكتوريال تحت باكتفي فيه او خلص اكتبها 4 3 2 واحد تشطبهم كلهم مع 4 3 2 1 منهم او 4 فكتوريال من فوق مع 4 فكتوريال من تحت وهذه 2 في 1 اللي هي 2 6 في 5 30 على 2 15 اذا عندك 15 مايكروستيت expected مرة اخيرة مايكروستيت يعني ممكن بالامتحان اقول لك مثلا مثلا الفاناديوم في هذا الكمبليكس وعطيك كومبليكس قديش عندك number of microstate بس مش شرط اشتغل الشغل اللي جاي الشغل اللي جاي غالبا احنا نكلف فيه وظيفة أو واجب يعني ما رح نجيب لك في الامتحان هذا الحكي من هون تحت لكن بالامتحان نجيب لك من هون فوق يعني نقول لك احسب لنا number of microstate واضح يا جماعة عشان ما اعذبك يعني number of microstate مهم جدا انك تعرف كم حالة رح تطلع معك متوقعة من المايكروستيت في هذا اللي هو P2 سواء كان 2P2 ولا 3P2 ولا حتى 7P2 رح يطلع معي 15 مايكروستيت 2P3 رح يطلع الموضوع مختلف شوي رح نقول في حال 2P3 رح نقول 6 فكتوريان على 3 فكتوريان في 3 فكتوريان واضح؟ فنتبهوا لهذه النقطة كميس طيح 15 حالة معناته بدي اكتب الفلاك اللي قاعدة ادرسها ايش يا جماعة افلاك البي افلاك مين؟ افلاك البي افلاك البي تنتقل تنقسم الى Px Py Pz يعني كم فلك؟ يعني ثلاثة فلاك ابدأ من هون Px Py Pz هاي حالة كم حالة ارسم؟ 15 حالة عندوهن واحد اتنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 مرة ارسمها يعني ارسم هذول الثلاثة فلاك 15 مرة وبعدين اجي اوزع الالكترونيين هذول بطرق مختلفة يعني لازم يطلع معي خمسة عشر حالة بالطول بالعرض لازم يطلع خمسة عشر حالة اللي تعلمنا احنا انو نحط واحد هون وواحد هون شكرا هذي اول حالة وهذا معروفة لنا كلها يارم الحالات اللي بعدها بدك تبدأ انت تتوقع يعني ممكن يكون اثنين لفوق بس واحد هون وواحد هون ممكن يكون اثنين لفوق بس واحد في أم الصفر وناقص واحد اذا هذول الثلاث حالات لفوق ومنفرد وهذول الثلاث حالات عكسهم لتحت ومنفرد طيب هذول هاي الحالة وهاء الحالة وهاء الحالة وهاء الحالة كلهم واحد فوق واحد تحت بس هذول مع بعض وهذول بفلكين مختلفين وهذه مع بعض فلكين مختلفين وهذول مع بعض يعني هذول الثلاث حالات شاذة جدا اللي حطت عليها دوائر بس محتمل احنا تحطها كاحتمال وبس تشتق كل تم سمبل بدك ايش بدك تختصر الاشياء اللي هي غضب يعني الان بدنا نعرف ليش هندزرول قللك هذه الحالة الوحيدة هي الصحيحة واضح؟ يعني كل احتمالات اني انا وزع اليوترونات لكن في اشياء رح نختصرها ان شاء الله طيب فهنا exceeded 1 مختلفة وصفر لأي هذه لاحظة وقلنا protagonيت وصفر واحد وصفر لكل اللي هون واحد والزول بالنص كل هين صفر والزول اللي من كلهم نقص واحد لأيأما هذي قيم مين؟ قيم الم llega 1 وصفرan 1 واحد صفر صفر وناقص واحد ناقص واحد إذن هذه أول حالة حالة الثانية هذا موجود في واحد وفي صفر واحد وصفر وناقص واحد إذن هاي حالتين زي بعض لأننا نتكلم عن ML أنا مش أمنس هذول واحد فوق واحد تحت الالكترون هذا موجود في ML واحد والالكترون الثاني كمان موجود في ML واحد إذن عندك ثنين هون وهذول اللي مع بعض رح يكونون صفر وهذول اللي مع بعض رح يكونون ثنين لأن هذا واحد وصفر واحد واحد مع ناقص واحد صفر واحد وصفر واحد وصفر ناقص واحد ناقص واحد إله يعني الآن واحد يقول لك طب أنت خربط نحيك أنا حاب أحطهم كل هين فوق كل هين تحت بعدين واحد فوق واحد تحت واحد فوق واحد تحت أنت حر زي ما بدك بس أهم شي ما يطلع لحالتين زي بعض أهم شي ما بيطلع لحالتين مثل بعض طيب جمعنا الـ ML في هذا العامود جمعوا للـ MS جمعوا الآن هذول لفوق نص ونص واحد وهذول نص للأعلى MS 9 نص وهذا للأعلى أيضا نص إذن واحد وهذول للأعلى واحد هذول كل هين واحد هذول كل هين ناقص واحدا للأسفل والباقي أصفار ليش؟ لأنه واحد لفوق واحد لتحت خلصنا من هذا الجدول هذا الجدول رح أختزله إلى tabulate the total number by ML and MS يعني بدك تعمل جدول الآن تختصر في هذول العامودين اللي باللون الأسود هذول الجدول تكتب تكتب بالعامود هذا قيم ML وبالعامود هذا قيم MS تعال ML أعلى قيمة إلو كم كانت 2 وأقل قيمة كم كانت ناقص 2 فاروح كاتب 2 1 0 ناقص 1 ناقص 2 طيب والMS أعلى قيمة 1 أقل قيمة ناقص 1 إذن أكتب 1 وصفر وناقص 1 بعدين أجي أدور على الحالات لا الحالات اللي مرت فيها واحد وواحد يعني واحد منهم واحد منهم كم حالة عندهم هاي حالة وفيش لا إذن عندك حالة واحدة فارح نحطينا رقم واحد طيب واحد وصفر سوري واحد وصفر وين خلينا واحد أم أس سوري واحد أم أس وصفر أم أل واحد أم أس وصفر أم أل أي وهي هاي الحالة في زيها طلع عليها هاي واحد وصفر في واحد هون هاي واحد وناقص واحد هنا ناقص واحد وصفر إذن حالة واحدة حطينا واحد طيب واحد وناقص واحد واحد وناقص واحد هاي هاي حالة واحد مفيش غدار حطينا لك واحد طيب خلوا أنا منصفر معلش خلوا ellos روعوا ناقص واحد ناقص واحد وواحد كم ناقص واحد وواحد هاي الحالة فحطينا لك واحد طيب ناقص واحد وصفر فقط هاي الحالة وناقص واحد مع ناقص واحد حالة واحدة فحطينا هنا واحد نجي الان للصفر وهو شوية مشكلة صفر مع اثنين هي حالة واحدة هي فحطينا حالة واحدة صفر مع واحد صفر مع واحد دور معين هاي صفر مع واحد وهي كمان صفر مع واحد في غير هن؟ ما في اذا حالتين طيب صفر مع صفر في فوق لا ما فيش هاي صفر مع صفر وهاي صفر مع صفر وهاي صفر مع صفر كم حالة؟ ثلاث حالات أوكي كم حالة صفر وناقص واحد هاي صفر مع ناقص واحد وهي صفر مع ناقص واحد هاي حالتين حطينا اثنين واخر شيء صفر مع ناقص اثنين حالة واحدة فنحط هنا واحد اذا كل الشغل هذا اللي هون اختصرناه بهذا الجدول كل الشغل اللي هون اختصرناه بهذا الجدول الان هذا الجدول بدي الان ابدأ اقسمه الى اقسام ما بدي اشوف الثلاثة ولا بدي اشوف الاثنين فاول اشي ارح اخذ من الثلاثة هاي رح اخذ واحد يعني شطبنا حالة اللي هي صفر مع صفر اذا اول حالة اخذ صفر مع صفر حالة واحدة فهذا صفة اثنين ها ارجع طلعه لان هالي الثلاثة رح يسويها اثنين طلعه هاي سوالك ياها اثنين يعني كيف اثنين يعني اخذنا بدي اقسمه بدي اشوف لا الثلاثة ولا اشوف الاثنين اول شيء بأخذ واحد فقط من الثلاثة واكتب الواحد هذا جاي من وين صفر من هاي مع صفر من هاي طيب لما يكون ml صفر و ms صفر اذا الرمز تابعه singlet s بأخذ واحدات من هون طلع الحالة الثانية بدي اخذ واحد من هون واحد من هون ليس بصير انا اخذ سوف اصفر معي هذا واحد اثنين اثنين واحد ما ببس اصير انا اخذ واحد من هون واحد من هون واحد من هون وفيه كمان واحد فوق واحدة فأنا الأفضل أخذ بشكل قطري كامل بشكل عامولي أعسف كامل أخذ واحد من هنا واحد من هنا لأن لما أخذ واحد من هنا شو يصف هذا؟ هذا راح صف صفر وهذا اثنين صفة لواحد وهذا اثنين صفة على واحد وهذا اثنين صفة على واحد وهذا صف صفر إذن لما أخذ أنا خمسة واقفات خمسة واحد 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 كلهن إليهن صفر وم الأخر مرة اثنين مرة واحد مرة سلوة مرة نقص واحد مرة اثنين هون أعلى قيمة إليه اثنين إذن هو D state وم S إليه صفر إذن multiplicity راح تكون واحد زي هاي الحالة الم L صفر S state الم S صفر singlet شو صف معي الآن صف معي الواحدات هاي هذا البوكس كله واحد هون واحد هون واحد هون واحد 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 تسع حالات هذول التسعة M S أعلى قيمة واحد إذن أو كم قيمة عندك قيمة قيمتين ثلاث أو أعلى قيمة واحدة تطبق من التبلس تطلع معك ثلاث حالات هذول أعلى شيء واحدا هو P state إذن triplet triplet P إذن في هاي الطريقة إحنا اختصرنا الميكرو state الضخمة جدا إلى ثلاث حالات singlet S triplet P singlet singlet D وهاي رح تكون ground state والground state لها شروط اللي أعلى ملتبلست ماكسيمم ملتبلست اللي ماكسيمم ملتبلستي ماكسيمم ملتبلستي هتكون هي ground state